بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نعم السؤال الأول يا شيخ عندنا سؤالين السؤال الأول هناك من يقول أن الإنسان إذا رأى ما يعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله أن ذلك من البدع فهل هذا الكلام صحيح وما سنة ترجم أم لا بزاق الله خير the question that he's saying that there's a person who says that when someone sees that which they like if they say ما شاء الله لا قوة إلا بالله that this is innovation is this correct and what is the sunnah المشروع والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى ما يعجبه من أخيه أن يدعو له بالبركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا باركت اللهم بارك وما قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما جاء في سورة الكهف فليس مشروعا أن يذكره الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه he said and as for the statement ما شاء الله لا قوة إلا بالله as that which is mentioned in سورة الكهف then this is not from what is legislated to say when a person sees that which he likes ولا يوجد دليل فيما أعلم يدل على أن الإنسان إذا رأى ما يعجبه يقول ذلك and the sheikh says that as far as he knows he does not know any evidence that a person should say that when he sees what he likes طيب إن قاله الإنسان إن قال هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله فأهل العلم في هذه المسائل لهم طريقة he says so if a person does say that for example ما شاء الله لا قوة إلا بالله he says then the people of knowledge they have they have a way to deal with this أولا يبينون أن هذا الأمر غير مشروع first of all they explain that this is not what is legislated ويبينون ثم يبينون أنه أن المشروع هو كذا وكذا and then they explain that what is legislated is such and such ثم يبينون أن هذا الأمر محدث and then they explain that this is something which is newly invented ومعنى محدث أي أمر جديد لا يوجد عليه دليل and what is meant by newly invented is something which is new upon which there is no evidence فإن فعله الناس وتواردوا عليه قالوا بدعا فالبدع عندهم الأمر الذي تواطأ الناس على فعله ولا دليل عليه عبادة لله نعم So innovation is that which the people agree upon and it becomes widespread and there is no evidence for it and they do it as a means of worshipping الله نعم يعني أي كلمات فيها البركة يعني مثل بارك الله الله مبارك تبارك الله فيها شيء لا ليس فيها شيء محظور لكن المعنى أليس المعنى يعني يخص بالله وخاص بالله لما يقول تبارك الله يعني في نفسه تعظم تبارك الله خالقين يعني هو المقصود يدعو له بالبركة فإن يعني حصل بهذا وإلا بارك الله اللهم بارك نعم زكرا نعم So what is intended is that the person makes du'a for the person نعم for the person with barakah so he says may Allah bless it and Allahumma barakah وبرك الله في may Allah put blessing in it and the likes of this نعم لأن بعضهم ترى يعني يقول على السبيل إنه دعاء له لا أنه تبارك الله نعم So the sheikh is saying that some people they say تبارك الله meaning du'a for this person not as a والأحسن كما يعني أشرت أنت جزاك الله خير إلى بارك الله والله بارك and the sheikh said what is better however is to say بارك الله and اللهم بارك نعم the second question sheikh أسؤال الثاني يا شيخ يقول من رده على من يقول أن السعودية لا تطبق الشريعة لوجود بنوك ربوية واليوم الوطني وغير ذلك من الأمور المخالفة وفي هذا الحال يعني في وجود مثل هذه الأمور هل ماذا على العلماء أولا وهل على العوام وماذا للعلماء والعوام وهل لهم أن يخرجوا هذا الحاكم عيد يسأل وفي هذه الحالة ماذا ماذا على العلماء والعوام وهل لهم أن يخرجوا هذا الحاكم نعم نعم وفي هذه الحالة يعني في حالة غير جواز فما ما صحيح في هذه المسألة طيب so the questioner he's saying what is the response to the one who says that the kingdom of Saudi Arabia does not implement the sharia due to the presence of ربا and banks and the celebration of the national day and other than this and then he says in such a case where this is present such as the riba and the likes then what is upon these scholars and the layman and are they allowed to remove him and then he also says what is the sunnah in regards to this The shaykh began by saying that the response to this is firstly that the kingdom of Saudi Arabia is a country which implements the legislation of Allah and that the claim that this country does not implement the legislation of Allah then this is false What is the evidence that this country establishes and implements the legislation of Allah He said what is the evidence that this country implements the sharia He said that there are a number of there are a number of evidences from them firstly is that the rulers and the kings of this country they always clearly establish and they clearly say that the sharia is to be implemented in this land ويصرحون أيضا الحكام أن الله عز وجل حفظ هذه البلاد وحفظ لهم حكمهم بسبب حفظهم للتوحيد والسنة And they also clearly state that Allah عز وجل has protected this country and has protected their rulership because they protected توحيد and the sunnah and they established توحيد and the sunnah وأيضا حكام هذه البلاد يصرحون أنهم لا يقبلون حكما لا يقبلون حكما لغير الله عز وجل أو غير شرع الله عز وجل and the rulers of this country they also clearly state that they do not accept any ruling which is not from the legislation of Allah عز وجل لذلك في ميثاق هيئة الأمم المتحدة لما وقعت المملكة العربية السعودية كان من ضمن توقيعها اعتراضها على إباحة الخمور وإباحة الزنا وإباحة اللواط لأن هذا معارض لشرعنا and he said from this is that when the the kingdom of Saudi Arabia signed certain agreements in the United Nations that they stipulated in these agreements that they are in opposition to the permissibility of alcohol and zina fornication and homosexuality ولذلك دول الغرب تعتبر المملكة العربية السعودية دولة غير ديمقراطية لماذا؟ لأنها تحكم الناس بالشريعة ولا تعطيهم حرياتهم and he said that for this reason the western countries they consider the kingdom of Saudi Arabia to be a non-democratic country and they claim that this country does not give the people their rights أليس هذا أليس هذا الكلام يعني يجعلنا نستغرب ونتعجب كيف أن دول الغرب تشهد للسعودية بتطبيقها للشريعة وبعض المسلمين يقول السعودية لا تطبيق الشريعة He said isn't it strange then that some of the people the countries of the west these western countries they witness they bear witness that this country implements the sharia and then you find some Muslims claiming that Saudi Arabia does not implement the sharia قد يقول قائل إن قول حكام المملكة العربية السعودية نحن نطبق شريعة هذا كلام ليس بصحيح أو كلام لا يطبق some people some people they may claim or they may have a doubt that the statements of the rulers when they say that we implement the sharia is just a statement it is not something that is implemented or established فجوابا عليه فجوابا عليه نقول نأتي بشهادة العلماء الكبار على أن المملكة العربية السعودية تطبق شرع الله عز وجل He said so we respond to this by saying that we come with the statements of the major scholars in which they bear witness that the kingdom of Saudi Arabia implements the sharia وَأَكْتَفِ بِقَوْلِ ثَلَاثَ مِنَ الْعُلَمَاء الكبار and the shaykh says that I will suffice with mentioning just three of them from the major scholars الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى كما مر معنا حيث قال العداء لهذه الدولة أي السعودية عداء للتوحيد ثم قال ابن باز أي دولة تطبق شرع الله إلا هذه البلاد and the shaykh ابن باز he said and which country establishes the legislation of Allah except for this country العالم الثاني الشيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى the second scholar is shaykh محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى حيث يقول أشهد الله وأشهدكم in which he says that I I ask Allah to bear witness and I ask you to bear witness يعني يجهد الحاضرين meaning those people who were present at the time أني لا أعلم أني لا أعلم بلدا يطبق شرع الله مثل ما تطبقه المملكة العربية السعودية that I do not know of a country that establishes the legislation of Allah the way the kingdom of Saudi Arabia establishes the legislation of Allah العالم الثالث الإمام الألباني رحمه الله تعالى and the third scholar is الشيخ الألباني رحمه الله حيث قال في كلام له إن هذه الدولة دولة إسلامية قامت على التوحيد in which he said during a speech of his that this country meaning Saudi Arabia is a country that is established upon توحيد sorry an Islamic country قد تقول هؤلاء قد ماتوا so a person might say these people they have they have passed away فأقول لك اعلم حتى العلماء المعاصرون الأحيا يقولون بنفس قولهم he said so that then I say that you should know that even the present day scholars who are alive today they say the same as these scholars have said الشيخ صالح الحيدان صارتش الشيخ صالح الحيدان الشيخ صالح الفوزان الشيخ صالح الفوزان الشيخ عبد العزيز آلة الشيخ نفس الأسماء بالعربي نعم أقول نفس الأسماء بالعربي والمميليزي ما فهمتك أنا الآن أذكر على علماء الأحياء أعددهم أذكرهم ثم تذكرهم أنت أقول نفس الأسم بالعربي والمميليزي طيب يعني هو يقول أنا ما فهم هو يقول يعني ما في حاجة للترجمة اتواصل لأن الأسماء معلومة طيب جزاك الله خير الشيخ ربيع ويش قلنا الشيخ صالح اللحيدان الشيخ صالح الفوزان الشيخ ربيع المدخلي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الشيخ عبيد الجابري الشيخ يعني محمد بازمول الشيخ محمد المدخلي محمد بنهاد المدخلي الشيخ حسن البنة بمصر الشيخ خالد عبدالرحمن المصري الشيخ عادي المنصور اليمني الشيخ محمد عثمان العنجري الكويتي الشيخ أحمد السبعي الكويت مشايخ الدنيا المعاصرون كلهم يقرون لهذه الدولة السعودية بأنها تطبيق شرع الله وتقيم التوحيد والسنة نعم so the shaykh he mentioned a list of names of scholars as you have heard from various countries from Saudi Arabia, from Egypt, from Kuwait so he said that these are the scholars of this world and they all bear witness to the same thing وطلاب العلم وعوام المسلمين يشهدون لهذه الدولة بهذا الأمر and he said that the students of knowledge and even the laymen they all bear witness to this affair ما الذي أريد أن أنبه عليه so the shaykh said what is it that I want to draw your attention to أريد أن أنبه عليه إلى أن هذا إجماع واتفاق لعلماء الأمة وعوامهم لعلماء الأمة وطلاب العلم حتى العوام فأنت مخالف للإجماع بهذا القول so what the shaykh is saying is that this is a consensus a complete agreement from the scholars the people of knowledge the scholars the students of knowledge and even many of the laymen people so for you to go against this or for someone to go against this then he is going against the consensus دليل يعني ربما أكتفي به والأدلة كثيرة وهو الواقع العملي للدولة السعودية حيث أزالت القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله أكمل مفوم هذا بالعرب لا 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 the shaykh is saying that another evidence another evidence which perhaps he will suffice with is the actual practice of this country such as the fact that this land has gotten rid of many of the shrines and the graves that are worshipped other than Allah في الحج في الحج الدولة تنفق بالمليارات على الدعاء لكي يأتوا للمخيمات وللحجاج من خارج المملكة يعلمونهم التوحيد ويحذرون من الشرك and also that during the pilgrimage season the Hajj season the government they spend millions or billions for the callers the du'at to visit the حجاج the pilgrims and teach them توحيد and teach them the sunnah and the likes عمارة الحرمين مجمع مصحف الملك فهد مجمع موسوعة السنة النبوية للملك عبد الله الملوك يعني الملك عبد العزيز ومن بعده إلى ملك سلمان رحم الله من مات وحفظ الله الأحياء منهم والأمراء دائما يدعمون العلم الشرعي ويدعمون التوحيد ويدعمون دعوة الناس للحق and the shaykh he mentioned also for example the building of the masjid al-haram and expanding it and the King Thahad complex for the Quran and also the complex for establishing the sunnah and the likes of this he said that always you will find that the rulers the kings of this country and the umara the princes that they support financially and otherwise they support all of these projects that give importance to the sunnah and establish the religion from from Malik Abdul Aziz all the way to our current king Salman may Allah have mercy on those who passed away and protect those who are all and he said that he mentioned the problem in the question here so the questioner he is saying that that there is along with this there is the presence of the banks and various sins and the likes of this so the shaykh he says so we ask this question the presence of these sins are they kufr are they disbelief فإذن معتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب المعصية وصاحب الكبير لا يكفر هو مؤمن ناقص الإيمان he said and the belief of أهل السنة والجماعة is that the person who has sin the person who falls into sin then he is a believer who has deficiency in his إيمان قد يقول إن السماح لهذه الذنوب أن تعمل هذا دليل على أنهم يستحلون الحرام وهذا كفر so a person may say the fact that they allow for these things to occur shows that they hold it to be permissible and holding it to be permissible is disbelief وهذا خطأ لأن فعل المعصية أو تكرار فعل المعصية لا يدل على استحلالها and he said and this is incorrect and the reason is because falling into a sin and repeating a sin does not mean that the person believes it to be correct بدليل أن رجلا شرب الخمر وجلد عدة مرات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم and he said from the evidences of this is that there was a man in the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم who drank alcohol and he was beaten and he repeatedly drank alcohol and he was punished فَمَرَّةً جِعَ بِهِ لِيُجْلَدْ فَسَبَّهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ So in one incident when he was brought to be punished one of the Sahaba he cursed him فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا تَسُبَّهُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ And the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم he said do not curse him for verily he loves Allah and his messenger فَأَثْبَتَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم محبَّة الله ورسوله مع تكرار شربه للخمر So the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم affirmed his love for Allah and his messenger along with the fact that he had repeatedly fallen into the sin drinking alcohol حديث آخر وفيه وهو حديث مشهور في رجلين ممن كان قبلنا أحدهما صاحب طاعة والآخر صاحب معصية And there's another حديث which also establishes this which is a حديث of two people One of them was a person of piety and the other was a person of sin فَكَانَ صَاحِبُ الطَّاعَ يَنصَحْ صَاحِبَ الْمَعْصِيَةِ وَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُ صَاحِبُ الْمَعْصِيَةِ So the person of piety he used to advise the person of sin and that sinner he would never listen فَمَرَّةً قَالَ صَاحِبُ الطَّاعَ لِصَاحِبِ الْمَعْصِيَةِ وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ So on one occasion the person of piety he said to the person to the sinner this person of sin he said that by Allah Allah will not forgive you فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَقُولُ مَنْ ذَ الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيْهِ أَيْ يَحْلِفُ عَلَيْهِ So Allah Azza wa Jal he said who is it that is that is making a swear a swear upon me an oath قَدْ غَفَرْتُ لَهُ أي لِصَاحِبِ الْمَعْصِيَةِ وَأَحْبَطُ عَمَلَكَ He said and then Allah Azza wa Jal he said that I have forgiven this one meaning the sinner and I have rendered the other one meaning the person of good deeds he said I have rendered his deeds void فهذا دليل آخر حديث القدسي Allah Azza wa Jal يقول في الحديث القدسي يَبْنَ آدَم لو لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ بِمِلْءِ الْأَرْضِ خَطَايا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا لَغَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِي and the sheikh he said another evidence is the حديث القدسي in which Allah Azza wa Jal said that O son of Adam if you were to meet me with the likes of the earth filled with sin and you were to come to me and meet me without ascribing any partners to me then I will forgive you and I do not care فهذا شخص واحد يأتي بذنوب تملى الأرض he said so this is one individual who comes to Allah with the likeness of the earth meaning the entire earth filled with sin يغفرها الله Azza wa Jal برحمته إذا لم يشرك العبد بالله and Allah Azza wa Jal will forgive him with his mercy if he does not ascribe partners to Allah فهذا دليل على أن كثرة عمر المعاصي والاستمرار عليها لا يدل على استحلالها so this shows that plenty of sins or having sins in great numbers and also repeatingly falling into sin does not mean that a person holds it to be permissible بل أنا أعكس عليك he said rather I hold the opposite or I will show the opposite لو جاءنا رجل وقال الزنا حلال لكن أنا ما أزني نقول أنت كافر he said if a person was to come and say that fornication is permissible but I do not fornicate we say that you are a disbeliever طبعا هذا الرجل يعيش بين العلماء ويعرف الحكم ولكن يقول هو حلال this is of course if this person is somebody who lives amongst the علماء and he knows the ruling and then he believes it to be حلال وذاك الذي يطع في الزنا ويرى أنه حرام ليس بكافر and the one who falls into zina who falls into fornication and he knows that it is impermissible then he is not a disbeliever فهذا يدل على أن الاستحلال أمر آخر غير الاستمرار في المعصية he said so this proves that استحلال holding something to be permissible is a separate affair than falling into the sin and repeating it قد يقول قائل قد يقول قائل إن هؤلاء الحكومة السعودية بسبب يعني تركها لهذه المحرمات فكل الآثام يتحملها الحاكم الشرعي وبالتالي هذه آثام كثيرة وبالتالي يعني كيف يغفر الله له نعم so a person may come with a doubt and he says that because these these rulers or the Saudi government allows for these things to happen then they hold a responsibility and therefore this is this will become many many sins so how will Allah forgive them نقول يا مسكين أنت لا تدرك مدى رحمة الله عز وجل وفضله so the Shaykh he says oh مسكين oh you you poor individual you do not understand the the amount of of mercy of Allah عز وجل فرحمة الله واسعة so the mercy of Allah عز وجل is wide ولكن نجيبك أيضا he said and also with this we answer you أهب أن هؤلاء الحكام تحملوا هذه الآثام وأراد الله أن يعذبهم هل يخلدون في النار وهم موحدون he said so even if it was the case that they were responsible and that they held these sins and that Allah عز وجل punished them for that does that mean that they will remain in the hellfire and they are موحدين that they worship Allah alone الجواب إن مات الإنسان على التوحيد فهو لا يخلد في النار أبدا إما أن يغفر الله له ابتداء وإما أن يعذبه ثم مصيره إلى الجنة so the sheikh he said that whoever dies upon توحيد that either Allah عز وجل forgives him or that he is punished however the end the end result is that he will end up in جنة طيب الجواب الثاني طبعا نسأل الله عز وجل أن يغفر الإمامات منهم وأن يحفظ الأحياء وأن يقبلهم في الصالحين الجواب الثاني الجواب الدعاء بالعربي مرحبا لا لا الدعاء الشيخ he said that we ask Allah عز وجل to forgive those who have passed away and to protect those who are alive from them تأملوا معي الله عز وجل والإسلام أعلمنا الله عز وجل أخبرنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم أن السيئة بكم بسيئة والحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء طيب أنت So the shaykh he says that a second response to this is that we know that the bad deed the sin is with one bad deed for this action one bad deed is written however the good deed for every one good action ten good actions are written or more he said he said so what do you want to say that they have a billion sins two billion fifty billion he said he said as it comes in a hadith that the card on the day of judgment the card that has la ilaha illallah written on it will send all the bad deeds flying away aytam and the truths and the blessings that they will out of this let us say for example okay so what about also المترجم للقناة أختم كلامي هذا بأنه يجب أن تعلم أن الحسنات والسيئات بيد الله عز وجل وأن تدخل العبد فيها قد يوقعه كما في الحديث السابق قد غفرت له وأحبط عملك المترجم للقناة 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 هل أن نводع النكسي؟ أم some خوارج والحمد لله في سؤال الحلاص صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعه